لقد حاولنا، لكن كل محاولاتنا زهبت أدراج الرياح صغرة الدفرسوار أهلا بكم في الإصطامة فيها زي النهاردة من 47 سنة حصلت صغرة الدفرسوار وعلشان نفهم اللي حصل في الصغرة لازم نعرف الأول إحنا كنا عايزين إيه من الحرب لما تعين الفريق سعد الدين الشازلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة سنة 1971 كان خلافه أصلا مع الفريق محمد صادق وزير الحربية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الفريق صادق كان شايف أن الجيش ما ينفعش يقوم بأي عمليات هجومية إلا إذا تفوق على العدو في المعدات والكفاءات القتلية لكن الفريق الشازلي كان ليه رأي تاني خالص وكان شايف أن الخطة تتحط وفق إمكانيات القوات المسلحة ولما السادات اقتنع برأي الشازلي أقال صادق وعين مكانه الفريق أحمد اسماعيل بالرغم أن كان بينه وبين الشازلي مصنع الحداد إلا أن السادات صلب الأمور بينهم وبدأ الشازلي بقى في وضع خطة المقازن العالية أو عملية بدر الخطة دي كانت بتتماشى مع ضعف إمكانيات الدفاع الجوي ذاتي الحركة وده طبعا كان بيمنع القيام بعملية هجومية كبيرة لكن ممكن القيام بعملية محدودة عبور قناة السويس تدمير خط برليف استرداد من 10 إلى 12 كيلو متر بس في غرب القناة وهو ده أقصى نطاق للدفاع الجوي وقتها وفعلا يوم 5 أكتوبر أصدر السادات تعليماته للقوات المسلحة بإزالة الجمود العسكري وكسر وقف إطلاق النار يوم 6 أكتوبر تجبيد العدو أكبر خسائر ممكنة تحرير الأرض المحتلة على مراحل متتالية يعني الهدف من الحرب ما كانش تحرير سيناء كلها لكن كان المطلوب إننا نكون شوكة في رقبة العدو طب إيه بقى كانت فلسفة الخطة الغريبة دي أولا لإن إسرائيل ملعاش في الحروب الطويلة وبتهتمد على الحروب الخاطفة اللي ما بتزيدش عن 4 أو 6 أسابيع بالكتير وده لإنها بتقوم بتعبئة 18% من الشعب الإسرائيلي وده رقم كبير جدا بالنسبة لهم لإنه كان بيأثر على الحالة الاقتصادية في إسرائيل والزراعة والتعليم والصناعة كانوا بيقفوا لإن معظم اللي بيشتغلوا في المؤسسات دي أصلا زبطوا جنود في الكوات المسلحة يعني البلد كانت بتقف حرفيا وإنت كده بالخطة دي هتحارب لفترة طويلة وده هيرهق إسرائيل جدا ثانيا لإن إسرائيل ما تقدرش تتحمل خسائر في الأرواح لإن عددهم كان قليل كلهم على بعض كانوا 3 مليون نسمة وفي 6 أكتوبر سنة 1973 الساعة 2 و 5 الضهر شن الجيشين المسل والسوري هجوم كاسح على القوات الإسرائيلية الجيش المصري في سينة والجيش السوري في هضبة الجولان المفترض إن الأردن كمان كانت هتحارب لكنها اعتذرت نفذ الجيش المصري خطة المقازن العالية بنجاح صاحب ويوم الحد 7 أكتوبر كان الكيش المصري حسم المعركة وعبرنا أصعب مانع مائي في العالم في 18 ساعة بس وده رقم قياسي ما عملهوش حد قبلنا في تاريخ البشرية كلها وكمان بقى أقل الخسائر إنما العدو بقى خسر خسارة فادحة وأهمها إنه انتهت أسطرة خط برليف اللي فلقونا بيها وده ما كانش مجرد ساتر ترابي معمول من الرمل اللي رماد لسيبس في المكان ده أيام ما كان بيحفر قناة السويس لا ده كان هيكل هندسي متكامل وراء عشرات الحصون والدشن ووسائل الاتصال والدبابات والألغان وارتفاعه عشرين متر وكان مبني عقناة مباشرة يعني مفيش ربط يترسي عليه ده غير إنهم أمنوا الميا نفسها بالنظل يعني استحال حد يعرف يعبره إحنا بقى عبرناه بخرطوم ميا ده غير إن العدو كان بيروق كويس قوي الجيشه بإنه الجيش اللي لا يقهر ولا يهزم وإحنا بقى حققنا المعجزة دي واللي هتفضل معلمة على أفاهم طول العمر وانتصرنا عليه وغيرنا استراتيجاته من الهجوم للدفاع ده غير إننا استعدنا هبتنا اللي خسرناها بعد النكسة وبقى معنا ورق الضغط تخلينا نقض على طاولة المفاوضات وإحنا حطين رجل على رجل السوريين كمان كانوا محققين نجاح كبير ضد العدو الإسرائيلي لكن الإسرائيليين قدروا إنهم يعملوا صغرة في سوريا وده زود الضغط جدا على الجبهة السورية فطلبت القيادة السورية من الرئيس السادات إنه يطور الهجوم من الشارع علشان يخف الضغط شوية عن سوريا طبعا الفريق الشازلي عارض الفكرة دي تماما لإن أي تطوير خارج الـ 12 كيلو دول هيخلي قواتنا خارج حماية مظلة الدفاع الجوي لكن السادات أصر على رأيه وللأسف ده كان رأي سياسي أكتر منه رأي عسكري وفي يوم 14 أكتوبر فعلا اتسحبت القواتين المدرعتين 4 و21 واللي كان دورهم حماية الضفة الغربية من القناة ومؤخرة القوات المسلحة وطبعا حصل صدام عنيف بينها وبين القوات الإسرائيلية وخسرت فعلا الفرقتين دول خسارة كبيرة بعد فشل التطوير وبقى ظهر الجيش المصري مكشوف غرب القناة وطبعا زي ما انتوا عارفين العدو الإسرائيلي كان على حجر الأمريكان حرفيا فطيارة استطلاق أمريكية اكتشفت وجود صغر غير محمية بعرض 25 كيلو بين الجيش التاني الميداني في الإسماعيلية والجيش التالت الميداني في السويس وطبعا في ساعتها رح هم بلغين حبيبه ومستهينة واللي كانوا عامين حسابه مع الصغرى دي من زمان ومجهزين خطتها كمان وكان اسمها الغزالة وفعلا عبر التلات مجموعات بقيادة أرقال شروم من الطرف الشمالي للبحيرات المرة لغرب القناة بين الجيشين التاني والتالت في يوم 15 و16 أكتوبر بما عرف بصغرة الدفرسوار لكن جيشنا يعني ما كانش قاعد بيتفرج على الصغرى دي وحصلت معارك طاحنة مع القوات الإسرائيلية منها اشتباكوا مع اللوى 16 مشاه واللوى 25 مدرع والفرقة 21 مدرع ومعركة اللوى 18 ميكانيكي ومعركة القوات الخاصة واصلاح المظلات وغيرها كتير وحصلت أعنف معارك الحرب واستمرت لمدة يومين في منطقة المزرعة الصينية وكبدت العدو خسائر فادحة اه احنا كمان كان عندنا خسائر كبيرة بس هما كمان كان عندهم خسائر مجع وده مش كلامي ده كلام مش ديان نفسه اللي قال لقد حاولنا ولكن كل محاولاتنا ذهبت أدرجة الرياح واقترح إلغاء فكرة عبور القناة لإن المصريين هيدبحونا عالضفة الغربية والجنرال شامقون جونين كمان قال لو كنا نعرف اللي هيحصل مكناش بدأنا عملية العبور ولكن طالما عبرنا فلنستمر حتى النهاية المريرة يعني كانوا عارفين إن النهاية مرير والكلام ده من المراجع الإسرائيلية على فكرة وفي يوم 17 أكتوبر للأسف قدر الإسرائيليين إنهم يفتحوا جسر العبور في مياه القناة واستغلوا إن القوات المصرية كانت مشغولة بقتل لواء المظلات الإسرائيلي في الجنوب حاجة كده حصلت معهم بالصدفة البحتة وبدأ تدفق القوات الإسرائيلية غرب القناة وللأسف قدروا إنهم يحصروا جيش الثالث في السويس بس أريل شارون عمل مستحيل علشان يدخل الإسماعيلية لكنه فشل فشل زريع وكمان الجيش الإسرائيلي فشل في احتلال السويس وده بعد معارك طاحنة مع قوات السعقة المصرية والمقاومة الشعبية من أهلنا في السويس والإسماعيلية يوم 20 و21 و22 أكتوبر وده حط القوات الإسرائيلية في مقزة غرب القناة وده خلها محاصرة بمن الموانع الطبيعية والاستنزاف والقلق من الهجوم المصري المضاد في أي وقت ومن أي اتجاه وكانت العارفة ترجع لشرق القناة ولا عارفة تحقق أي نجاح تاني غربها وحتى أمريكا ما قدرتش تساعدهم بسبب تهديد السوفيات ورفضهم أن أمريكا تقلب نتائج الحرب فلو كان موقف القوات الإسرائيلية قاوي بقى زي ما كانوا بيقولوا أنهم بيحربوا في قلب القرى الإفريقية فليه بقى ما يدروش يدخلوا السويس أو الإسماعيلية وليه يبلوا أنهم يعودوا على طاولة المفاوضات في مباحثات الكيلو 101 ووافقوا على قرار وقف إطلاق النار وأكيد ما كانش كسينجر هيهددنا بضرب السد العالي لو تنفذت خط التصفية الصغرة لأنه كان عارف كويس قوي أن تنفذها معناه إبادة للقوات الإسرائيلية الموجودة فيها وفي يناير 74 انصحب الإسرائيليين من صغرة الدفرسوار ورفع جنودهم صورة الرئيس السادات والنبي ده منظر قوات منتصرة برضو حتى الجيش الثالث اللي راهن الإسرائيليين على استسلامه بعد محاصرته وما كانش بيوصل له غير إمدادات بسيطة جداً محدش منهم استسلم والعكس تماماً هو اللي حصل يعني الصغرة كانت نجاح تكتيكي إسرائيلي في البداية لكنه ما وصلش لتحقيق النصر أو الهدف الاستراتيجي منه وبالتالي في إسرائيل ما حققتش أي نصر خالص في الحرب دي والحرب في الأساس هي مجموعة من المعارك وانتصار طرف في معركة أو حتى في عدة معارك مش معناه أنه انتصر في الحرب كلها لأن العبرة بالنهاية علشان ما يجيش واحد ابن حرام ويقولك إننا ما انتصرناش في حرب اكتوبر علشان إحنا انتصرنا وانتصرنا انتصار أبهر العالم كله وأولهم إسرائيل وده باعترف مشيدة يان نفسه لما زارت جابها وقال مقدرتش أخفي مشاعري لما زورت أرض المعاركة وشفت مئات الدبابات والعربيات العسكرية وهي محروقة ومتدمرة وما بيبعدش بينها وبين بعضها إلا كم متر وإنه شافت مسبحة ممتدة على آخر البصر وإنه ده دليل على المعركة الأليمة اللي حصلت هنا ما نقدرش ننكر طبعا إن في موضوع الصغرة ده كان فيه أخطاء وإن اختلاف القادة بيأثر على الجنود في أرض المعركة لكن الأكيد إن السادات كان دهية سياسية والأكيد برضو إن سعد الدين الشازلي كان قائد عسكري محنك لكن ما ينفعش أبدا التحيز لطرف على حساب التاني وما ينفعش كمان أخذ بشهادة قائد واحد بس في الحرب لإن حرب اكتوبر مش قرار العبور للسادات لوحده ولا الطالعة الجوية لمبارك لوحدها ولا الخطة اللي حطاها الشازلي لإن كل قائد من دول كان ليه دوره والسادات كان ليه دوره في اتخاذ القرار بالحرب وفي التوقيت السليم ومبارك كمان كان ليه دور كبير في إعداد وتجهيز كل القوات الجوية وما ينفعش عشان حد مختلف معه سياسيا إنه أمحي دوره العسكري والشازلي كمان كان ليه دوره في الإشراف على الحرب بحكم إنه كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وخطة الحرب أصلاً بيشارك فيها كل قادة الأفرع الرئيسية والإدارات والأسلحة في القوات المسلحة وبتخرج أساساً من هيئة العمليات واللي كان رئيسها وقتها الجمسي لكن مفيش حد بيحط خطة الحرب لوحده وفي 20 أكتوبر 73 لما أقصر رئيس السادات الفريق الشازلي وعين مكانه الجمسي ما كانتش دي بداية المشاكل الكبيرة بين الشازلي والسادات لأن في 12 ديسمبر من نفس السنة تم تعيين الفريق الشازلي سفير بالدرجة الممتازة في وزارة الخارجية وبقى سفير لمصر في إنجلترا لحد سنة 1975 وبعدها في البرتغال لحد سنة 1978 لكن المشاكل الحقيقية بدأت بعد توقيع السادات لمعاهدة كام ديفيد سنة 1978 واللي انتقضها الشازلي بشدة وعارضها علانية واتهم الرئيس السادات بالديكتاتورية فلما كتب الرئيس السادات كتاب البحث عن الذات واللي اتهم فيه الشازلي بإنه هو السبب في الصغرع فرد عليه الشازلي وكتب مذكراته هو كمان واتهم الرئيس السادات بإنه سبب في كل أخطاء الحرب بس المشكلة إن الكتاب ده كان فيه أدق تفاصيل الحرب تقريبا وده ممنوع لإنها أسرار عسكرية واتحكم عليه غيابين سنة 83 بتلت سنين سجن ووضع ممتلكاته تحت الحراسة ولما رجع الشازلي المصر سنة 92 اتقابض عليه في المطار علشان ينفز الحكم وبعدها بسنة كده خرجوا مبارك بعافو عام لكن أعتقد إن التاريخ أثبت لنا إنه السادات ما كانش غلط أبدا في قراره بتوقيع اتفاقية كام بديلت ودول كتير من اللي قطعتنا وزعلت مننا وقتها بقت بتتمنى بس إنها تقعد مع إسرائيل وإسرائيل هي اللي كانت بترفض وتتشرف لكن يمكن من أكبر الأخطاء اللي عملها السادات إنه أمر بإزالة كل صور الشازلي من صور الحرب وتم تجهله تماما في احتفالية مجلس الشعب بقادة حرب أكتوبر واللي سلمهم فيها الرئيس السادات إنه يشينو الأوسامة حتى إن نجمة سينة بعت هالو الرئيس السادات مع مندوب من رئاسة الجمهورية لما كان سفير في إنجلترا وهو الوحيد من قادة حرب أكتوبر اللي ما تكرمش بأي نوع من أنواع التكريم ودي حاجة كانت لا طليق إطلاقا بقائد شارك في كل الحروب المصرية وكان ليه دور كبير فيها والكل إيسا حكاية وأنا هقول لكم عالي فيها تابعوا الستوري علشان كل يوم هيبقى فيه معلومة ديدة ما تقلتش في الحلقة دي وما تنسوش ندعمكم باللايك والشير والسبسكرايب بيشاجعني أقول لكم حقائق وأسرار جديدة كنت معاكم ريهام عيال اشتركوا في القناة